اشتركوا في القناة لايف كوتش داليا نبيل اللي مناورانا في ستوديو سبع الخير يا مصر سبع الخير عليك يا داليا أبوح النور سبع السعادة بقى النهاردة يوم السعادة العالمي وأتمنى لكم كل الشعب المصري حياة مليانة سعادة ورضى وتفاؤل ونظرة إيجابية ورضى بالموجود يا رب طيب زي الإنسان بقى يوصل للمرحلة دي بالحاجات الحلوة دي كلها كل الحاجات دي أه إيه الخطوات اللي ممكن يعملها في حياته عشان يوصل في النهاية لإنه يكون سعيد أول حاجة إيمانك إيمانك بربك وإيمانك بنفسك وإيمانك أن أنت تستحق أن أنت تستحق السعادة أن أنت تستحق الحب أن أنت تستحق النجاح الاستحقاك قصة الاستحقاك دي بتفري مع البني آدم أنه يعني هنا يستاهل الموضوع أنه أنا أعمل كده ولا لأ نمرة اتنين التركيز على الإيجابيات هنركز على الحلوة اللي في نفسك والحلوة اللي في محيطك والحلوة اللي الدولة بتعمله علشان أنت تبقى مبسوط وسعيد لو ركزنا على الإيجابيات بتزيد كل ما بنركز على حاجة على فكرة أو على منظور أو على شخص الحاجة دي بتزيد لو ركزنا على السلبيات هتزيد لو ركزنا على الإيجابيات هتزيد فلو ركزنا على الإيجابيات السعادة أوتوماتيك أو الإيجابية بتنطلق من جواك علشان تأثر على كل اللي حواليك ده بمفهوم إن السعادة قرار يعني أيوه بغض النظر عن إنه كل الناس على مختلف أعمارها وبتشتغل إيه وكل التفاصيل بتاعت حياتنا دي لكن كل الناس عندها أزمات وبتمر بأزمات لكن إزاي وسط كل الأزمات دي أفضل مركز إنه أشوف الإيجابيات زي ما أنت بتقول نعملها إزاي علشان تفضل سعيد وراضي آه عندك مشاكل آه عندك أزمات لكن ربنا بديك حاجات تانية كتير كويسة وما نفضلش دايما بنبص على ناقص فما نبقاش حاسين بالسعادة ما هو المايند ست إن أنت تتركزي أو شكل التفكير إن أنت تركزي على عندك مش اللي مش عندك هو ده يعني عنصر أساسي جدا في تحقيق السعادة وإيه اللي موجود في الحوالية الثالث حاجة مساعدة الآخرين إن أنا لما بساعد الآخرين بيديني ثلاث حاجات بيديني ثقاف نفسي إن أنا أستاهل إن أنا أعمل حاجة كويسة أو إن أنا بعمل حاجات مؤثرة للناس اللي حوالي تاني حاجة بتديني نوع من أنواع الأمان إن أنا لما بحتاج حاجة هلاقي الغيري اللي بيعملها لي رابح حاجة وديت عملت عليها دراسات كتير جدا إن العلاقات السوية المتزنة سبب أساسي من أسباب السعادة العلاقات السوية نعرفها إزاي تبقى العلاقة رايح جاي هات وخد العلاقة ما يبقاش فيها وان وي والعلاقة كمان بتزود من استقراري النفسي وبتزود من السعادتي على يعني بشكل عام أو في مجمل الأحداث العلاقات السوية دي بتدينا طاقة إيجابية وبتخلينا دايما في استقرار عارفة للمة العيلة زمان كنا بنقول إن هي دي السبب الأساسي اللي كانت مخلية الأسرة المصرية موت رابطة بتواجه كل الأزمات بتقدر تعدي كل المحن ودي التجربة الحقيقية يعني سواء ثورات أو جائحة كورونا أو حاجة اللامة هي اللي بتخلينا أو الونس هو اللي بيخلينا نقدر نتغاضع عن الحاجات دي طيب لو أنا مش عندي علاقات سوية أو العلاقات اللي حوالي سمى أعرفها إزاي دايما بتاخد من طاقتي بتقلل من سعاتي بتستنزف الطاقة اللي جواي الفرق بين إن أنا كون سبب في المشكلة مش هي العلاقة اللي سمى لكن أنا كمان جزء من المشكلة أعرف إزاي فرق هل أنا يعني بني قدم كويس والعلاقة هي الغلط سواء صداقة سواء علاقة جواز أو العكس لأ أنا بني آدم سوي والعلاقة هي الضراني مش العكس أعرف أفرق بين دا إزاي لأن مشكلة العلاقات دي برضو إنها بتفقد الناس ثقتها في نفسها تمام لو أنا علاقاتي كلها فيها مشكلة يبقى أنا عندي مشكلة أعود راجع مع نفسي تاني ولو ما قدرتش أتخطى المشكلة دي أو مش عارفة مش شايفها هسأل متخصص عشان يبقى رأيه محايد مش هاخد من رأي الناس علشان ما اضطرش إن أنا أدافع عن نفسي أو أواجه المشكلة وأقول لهم لو سمحتوا لا أدافعوا الكصة دي لو هي علاقة واحدة اللي فيها مشكلة بحاول مرة واثنين وثلاثة لو اللي قدامي دايما بيصدر لي المشاكل وبيديني طاقة سلبية يبقى فيه هنا مشكلة حاول دايما إن أنا أحسن وجهة نظره ما روحش معايا في الاتجاه السلبي لأن زي السعادة وهي معضية السلبية والكئابة معضية جدا فنوقف العلاقات السامة لو هي مش ضرورية ولو هي في المحيط القريب بنعمل يعني فيه ثلاث خطوات كده التخلي والتجلي التخلي أن أنا أتخلى عن المكرنات وعن السقف التوقعات وأن أنا دايما أعمل نقض سلبي ده بيخلي تخلى عن الحاجات دي دي أول خطوة إن أنا أحاول أحافظ على العلاقات السوية أو العلاقات الضرورية في حياتي عشان تبقى مش مضر التحلي بقى بإيه بالصفات الكويسة إن أنا بقول كلام إيجابي إن أنا بظهر الجانب الكويس في الناس اللي قدامي إن أنا راضي بالوضع اللي أنا فيه فما بصدرشي للي قدامي طاقة سلبية فهو يرجع يرجع علي تاني طاقة سلبية وبعدين يجي دور التحلي بقى أن أنا لما بقى التجلي إن أنا أتجلم يجيلي البدائل الحلوة يجيلي العوض يجيلي أبواب تانية تتفتح كلام ده بالنسبة للأفكار بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للمعتق يعني الحاجات اللي أنا مؤمنة بيها في الحياة لو دايما بأم طيب معلش عايزيت نقل 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 تانية وهي مسألة الرضا إزاي الإنسان يوصل لحالة الرضا في ظل المفتاح اللي احنا موجودين فيه والحاجات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا ده قل للرضا بالنسبة للناس كتير جدا مسألة الرضا من وجه التاظر هي أساس السعادة أن أنا أكون راضي يعني كنا نتكلم في بداية الحلقة أنه فيه حد ممكن يكون معاه فلوس بتسهله طبعا أمور حياته لكنه بيسافر وبشتري لابس وبركب عربيات كويسة لكن في النهاية ما يقدرش يشتري الرضا يعني الرضا ده صعب الوصول لي إزاي الإنسان ممكن نفسيا يوصل لحالة الرضا معلش يا دلي قبل ما تجاوبي والفرق بين إن أنا أكون راضي عن حياتي وإن أنا أكون طموحه وطموحي ده ما يبقاش بيعمل لي حالة من الكآبة إنه أنا لسه عايز أكتر فبقى مكتئب إن أنا معرفتش أوصله بصي الرضا ده أنا وصله بالخطوة الخمسة اللي أنا كنت أكملها في رشدة السعادة إن أنا هيرا ناوة إن أنا أعيش اللحظة أستمتع باللي موجود أحس بمميزات الحياة اللي أنا عايش فيها دلوقتي أبقى راضي عن كل حاجة بعملها يعني أنا أحسن حاجة عملتها في شغلي النهاردة اللي هي مكتوبة لي اللي أنا أقدر عملها ولو مش هي يبقى أنا تاني يوم بدل ما عود ألوم نفسي تاني يوم أبتدي أشتغل إن هو إزاي تكون أحسن فقصة إن أنا هيرا ناوة الآن وفي اللحظة دي بتخليني أركز دايما على الحاضر لا الماضي ولا المستقبل ودي لنفسي فرصة أفرح بالإنجاز اللي أنا حققته ده كويس جدا طول ما أنت عايش في الحاجة اللي أنت عملتها دلوقتي واتبسطت بيها أو هي نص نص فبتحسنها بتخلي الواحد دايما في حالة منس يعني السلام النفسي والاستقرار العاطفي اللي مش بتخلينا ده فيه توطر التوتر اللي أنا أبسط على المستقبل أو أن دمع الماضي بيخليني دايما منزعج اللي انزعج ده بيفقدنا كل أنواع الرضا أنا مش راضي على اللي فات وخايف من اللي جاي فأنا مش عايش اللحظة فكده ما فيش رضا فلو ركزنا على الوقت الحالي هنقدر نوصل لمرحلة الرضا طبعا بالقرب من ربنا والعبادات والحاجات دي كلها إن ربنا دايما بيعمل الخير وإن الأحسن حاجة حصلت لي دلوقتي هي اللي ربنا كاتبها وما فيش أحسن منها ده أقصى ما عندي طب هو يا داليا هي شعورك بالسعادة مثلا عن حاجة أنجزتها وشيء وصلت له هو ده شعور بيبقى وقتي وبعد كم ساعة بترجع تبتلي تاني تنكد بقى على نفسك بقى أي أفكار تانية وتنسى الانبساط اللي كنت فيه من شوية وإيه الفرق بين الأشياء اللي ممكن تسببلي سعادة مؤقتة والأشياء اللي ممكن تسببلي سعادة مستمرة وأنا أشتغل على ده إزاي؟ لو أنا بشتغل على هدف مش بتاعي عايزة أقلت حد عايزة أعمل حاجة بابا أو جوزي أو أولادي نفسهم إن أنا يشوفوني فيها هيبقى بعملها بعمل تسك وخلاص خلصنا إنما لو هو ده هدف أساسي من أهدافي أنا اللي هتشبع لي رغباتي وطموحاتي وهتخليني ماشي في خطوات سبتة عشان أوصل من مرحلة للتانية وقسم الهدف ده لخطوات وكل ما أعمل هدف أستمتع واتبسط وزي ما شاز لإيدلن إحنا يعني نحتفل بأن إحنا حققنا نوع من أنواع الإنجاز حتى لو بسيط طيب إزاي الإنسان يبدع عن النكد؟ معلش سؤال صعب بس إزاي بدأ عن النكد؟ يعني عشان يقدر يحس بالرضا فيسعد طيب بص طول ما إحنا عاملين العنوان نبعد عن النكد العقل بيركز على كلمة النكد على النكد وما بيشوفش الحاجات اللي قبلها فإزاي الإنسان يقرب من السعادة؟ إزاي الإنسان يوصل للسعادة؟ وأعود مع الناس السعادة أعود مع الناس الإيجابية أعود مع الناس اللي عندها أهداف وبتحقق يعني لو في عنوان كيف تصل السعادة بلاش كيف تتخلص من النكد لأن العنوان في حد ذاته برضو ممكن يخلي الإنسان عايش في النكد مش ممكن ده هو أكيد العقل اللواعي بيركز على الكلمة المهمة اللي في الجملة أو أنت قلت إزاي ما كذا كل ده هو مش شايف هو بيركز على النكد فتعالا نكتبها تاني ونكتب اللي في الآخر ده سعادة زي نوصل للسعادة هو ده اللي هيخلينا بيجذب كل الوسائل والمساعدات والفرص يعني الأبواب بتتفتح أوتوماتيك لأنك بتدي إشارات إيجابية للكون إن هو يجذب لك الحاجة اللي أنت عايزها فإحنا لو خلناها نكت هيجيب لك لو خلناها سعادة هيجيب لك السعادة إزاي جوه البيوت الناس تساعد بعض علشان يكونوا راضين وسعادة يعني أعتقد إنه مسألة الطفل اللي بتربى في بيت سعيد حيطلع مختلف خارص عن طفل تربى في بيت مليان نكت الناس جوه البيوت تساعد بعض إزاي وخصوصاً إحنا بقينا بنشوف مثلاً انتقادات لذعة مثلاً بين الزوجين وممكن يكون ده قدام الأطفال ومثلاً تكلميني ما ينفعش تقولي كلام ده أم لا أصلاً الحاجات دي مضايقاني وتلاقي العكس من الزوجة إزاي الناس يعني تهون كده على بعض الدنيا ويبقوا بيتعاملوا مع بعض بطريقة تخلي البيت فعلاً كله بيشعروا بالسعادة أولاً كل واحد مسؤول عن سعادته الشخصية ما يحملش اللي قدامه إنه هو المسؤول إنه هو يسعده وبالذات الراجل والست وكل مسؤول عن أسرة أو كيان أو حفظة أو مؤسسها أو حكومة أياً كان يبقى هدفه الأساسي حطت عنوان كده السعادة إن أنا زي أسعد الناس اللي موجودين معايا في الكيان نرجع للأسرة الأسرة الأب والأم بيهتموا بالصحة وبالتعليم وبالأكل والسر تيجي تقولهم طب أنت بتعمل إيه عشان تسعدهم أنا أعمل كل حاجة أنا أعمل كل حاجة أنا طول عمري بديكوا أكثر أيوة فينس جزء السعادة مش موجود مش بنركز عليه طب نعمله إزاي إنه إحنا نستخدم وقت بجودة كويسة علشان نقدر نسمع ولدنا ونسمع الطرف الآخر اللي في البيت نديله اللي هو محتاجه ونوص بعد ما نسمع منه هنفهم هو محتاج إيه فلما ندهوله أو نتكلم إننا إحنا إزاي هندهوله نبتدي بقى عنده مساحة إنه هو يسمعنا إننا إحنا إحنا كمان محتاجين إيه فتبقى العلاقة زي ما قلنا في الأول علاقة سوية رايح جاي أنا بدي وباخد مش وان وي الأطفال محتاجين نركز معهم بس شوية هم عندهم إيه مختلف يعني عندي ثلاث أطفال كل واحد مش ذاتين ممنوع المقارنات تماما ما ينفعش أساوي حد بالتاني أصلي ده متفوق دراسين هتلاقي التاني متفوق رياضيا هتلاقي ده متفوق في موهبة لو قرنت أو وحت المؤشر العلاقات اللي أخويت بتبوض ومحدش فيهم بيوصل للهما عايزين اللي هو عايزه دائما هيبقى بيسبب بيحاول يحقق التارجت اللي الأب والأم عايزين انت كلمت في نقطة أنا شخصيا لمستها أنا شايفك أنا عادت فكرت أنا في جروب على الوقت سابق فيه ده مخصص للمشاكل العائلية هقولك بس هقولك الجروب ده وإحنا عمدينه حاطين اسم الجروب وحاطين جنبه إيموشن سمايل فيس أو حد بيتحك فأنا لما بدخل وبشوف الإشعارات جات أو نتيفيكيشنز جات على الجروب ده ما بدخلش مخضوط دلوقتي بدخل هادي شوية من خلال إيموشن فده بيأكد كلامك إنه هو كيفية الوصول للسعادة مش كيفية التخلص بالنجد حلو أب أنا بقى يعني نفسي في كل جروب صحاب أو فعيلة كل شوية نمسك حد زين بدل ما بنطلعه على المسرح عشان نترق عليه أو نتنمر عليه لأ نطلعه على المسرح عشان نقوله الإيجابيات الحلوة اللي فيها لو عملناها لعبة مرة وده الحقيقة بيطرق قوي في حياتنا دايما سألت الدعم النفسي من الناس اللي حوالينا نعمة كبيرة جدا جدا في حياتنا بتساعد في كل حاجة سواء أنت في أزمة أو أنت كمان أنجزت إنجاز كبير ما بتحسش به غير بشعور الناس اللي حواليك أنا بقى نفسي داي يحصل من غير ما يبقى فيه أزمة أو فيه إنجاز لا فرح ولا حظ ده الطبيعي النهاردة شكلك حلو على فكرة أنا بحبك على فكرة أنت شجع شجاع أنت جدعة أنت شاهم أنت دحكتك حلوة أنت شكلك حلو النهاردة الحاجات دي لو هي عادة إن إحنا بدل ما ننتقد إحنا تعودنا إن إحنا شكلك حلو بس مش عارفة فيه إيه في الكارفات لازم بس بس طب ما تيجوا نغيارها أنا مش أخد بالي من كلمة الأولانية فعل شكلك حلو أنا أخد بالي من بعد بس على طول وده برضو من تركزنا أنت على العقل بنبتدي نركز بقى إحنا بنبتدي نركز بعد بس اللي هو تركيز العقل فلو ركزنا دي ثقافة يعني إحنا كشعب بقى عندنا ثقافة بتاعت الانتقاد دي زي ما بقى قولي كده انتقادات لذعة ولو شفنا حد زي ما أنت بتقولي كلامه حلوة ولسانه حلو بيبقى بالنسبة لنا يعني بنتحكى بيه لأنه ده مش عادي ولو إنه فيه شعوب تانية أنت طول الوقت ماشية ما سمعك كله كلام حلو ده بقى عشان كده الناس يعني في البلاد دي الناس بتنور بسرعة اللي عنده حاجة بيعملها أو اللي عنده مشروع متبني الحاجة الصغيرة بتنور أنا صادفت الموضوع ده لما سفرت أمريكا وابتديت أدرب اللاجئين العرب هناك بمجهود بسيط جدا هم قدروا حاجة كبيرة وحسونا حاجة كبيرة جدا إن أنا إزاي بساعد اللاجئ إنه يتأقلم وشوية ولقيت نفسي في الأمم المتحدة بحاضر عن السعادة عشان أكون أول مصرية وعربية بتحاضر عن السعادة في الأمم المتحدة وصحية الصبح لقيت كل الصحافة كتبة مصرية بتحتفل بالسعادة والسنة اللي بعدها لقيت إن الأمم المتحدة الموقع الرسمي للأمم المتحدة عاد الفيديو بتاعي اللي جوه الأمم المتحدة احتفالاً بيوم السعادة العالمية فده كان منتهى الفخر وبيقول هكذا تحتفل المصرية قالوش اسمي مش مهم بس أنا في منتهى السعادة والفخر إن فعلا بإنجاز بسيط وبتشجيع ناس أتضارة اللي أنا بعمله لقيت نفسي في حتة تانية خالص محاضر وتاني مرة ندوني تاني بعد ثلاث شهور عشان يبقى لي مطالب للمجتمع الدولي إن يبقى عندنا وزير سعادة في كل دولة إن إحنا نهتم بسعادة الأفراد لأن الأمن والتحدى كلها ومصر تبنت الفكرة التنمية المستدامة عشرين تلاتين بتهدف لحاجتين جودة حياة وسعادة أفراد اللي اتنين جم ببعض واللتنين مرتبطين ببعض كمان يا داليا واللتنين مرتبطين ببعض اللي جمتينهم وفي نفس الوقت زي ما قالت داليا السعادة قرار أنت تاخد قرار بتبعد عن السلبيات وبتقرب من الإيجابيات احنا بتشكرك شكرا جزيلا داليا بيل لايف كوتش شرفتين ونورتين في صباح الخير شكرا جزيلا صباح السعادة صباح السعادة